أعتقد أن الشيء الوحيد هو أنني لم أتمكن من الفوز حتى الآن لكنني كنت معظوظا أننا تأهدنا إلى كأس العالم بعد 28 عاما وربما 30 عاما الآن لكنني أردد دائما أنني أتمنى الفوز بشيء مع منتخب بلادي أتيت إلى هنا وفي كل مرة أنضم إلى المنتخب الوطني أشعر بالفخر لارتداء القميس وأقدم أفضل ما لدي للفريق حققت جوائز فردية لكن ذلك غير مهم الأولوية دائما للجوائز الجماعية أتمنى أن نحقق شيئا هذه المرة لكنني لا أعتقد أننا المرشح الأبرز للفوز بالبطولة لكننا سنقدم أفضل ما لدينا للفوز بها لدينا مدرب جيد وفريق جيد ولدينا مجموعة جيدة تلعب مع المنتخب الوطني لعشر أو إحدى عشر سنة لذلك أعتقد أننا نمتلك فريقا جيدا جدا لذلك سنقدم أفضل ما لدينا وأمل أن نفوز بها حسنا هذا هو السؤال الأول أعتقد أنهم فريق خطر جميع لاعب الفرق جيدون بالفعل مديهم فرصة للفوز في البطولة سنقدم أفضل ما لدينا للفوز غدا وهذا هو الشيء الأهم لا أخذ أي شيء بشكل شخصي ألعب كجزء من فريق كلاعب واحد فقط في فريق يتألف من أحد عشر لاعبا لذلك سأقوم بكل ما في وسعي وأتمنى أن نفوز غدا للإجابة على سؤالك ليس لدي ما أقوله أنا فقط أحترم الفريق يمتلكون لاعبين جيدين يلعبون في كل مكان لذلك هم فريق جيد ونحن نقدم أفضل ما لدينا للتغلب عليهم لمن سوط في جائزة الكورة الذهبية ليس بإمكان قولها ومن الثاني الثاني هو صديق كريستيان رونالدو لاعب رائع أيضا الثاني كان كريستيان رونالدو عن أدائه خلال العام الماضي ومن الثالث الآن الأصوات متوفرة أمام العموم بعد أن تتمكن من رؤيتها روبرت ليفاندوفسكي